السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ سنة الثانية ثانوي علمي اليوم ان شاء الله هنالح ينحلو فرض آخر من فرض الفصل الأول هذا فرض جديد رهو 2021 عام 2022 ليتكلم للشاهد الحرائق تعتدي وزو ربي يرحمه جمال بن سماعي ان شاء الله قبل ما نبدأ ونشرح النص ان شاء الله تحط لنا لايك وتحط لنا التحليق ولا اي سؤال خلي هذك بعد ان شاء الله انتهاء الفيديو نبدأ على بركة الله what is conflict resolution people often say that is when two or more parties find a peaceful solution to their problems قالك ما هو حل يعني الconflict يعني الصراع قالك الناس غالبا يعني يقولوا باللي هو كان لقاو الحل بين طرفين متنازعين ولا نلقاو حل المشكل ما however some people say that conflict resolution means no war قالك ويعني كاين وحد اخرين يقولوا باللي والبعض يعني والبعض من الناس يقولوا باللي انه conflict resolution هو يعني no war مكاش الحرب يعني دا يوجد حرب but they are totally mistaken ولكن رهم غالطين في هذا النقاط because لان there are many political and religious conflicts لانه يوجد العديد من مشاكل السياسية والصراع السياسي والصراع الديني which often result in riot and violent acts قالك اللي اللي يولد مثلا ولي ينتج اعمال شغب وعنف اعمال تعنف okay every year كل عام many people die in wars العديد من الناس تموت بسبب الحروب but more people are killed on a daily basis in many other ways قالك يعني ويكي الناس وحد اخرى راهي تموت يعني في حياتها اليومية بدون حروب راهي العديد منهم يموتوا that could have been prevented if they sit together and discussed their conflicts قالك ولكن تقدر تنحل يعني هذه الامرات اذا قعدوا مع بعض وناقشوا هذا المشاكل ولا هذا الصراحات قالك there are many wars between countries يوجد العديد من الحروب بين الدول however people are also killed by people from their own country قالك ايضا يعني راههم الناس يموتوا عن طريق ناس اخرين من نفس البلد okay like what happened to an Algerian young man قالك نفس يعني كيمة اللي صرا الوحد الشاب جزائري اسمه named جمال بن اسمه who was attacked by by unknown group that set him on fire قالك اللي تهجم عليه مجموعة من الناس الغير معروفين ظنن منهم اللي حطوه في النار believing that he started the fire قالك ضنن منهم انه هو اللي شعر اللي شعل يعني ان عفوا ظنن منهم انه هو اللي شعل النيران انقلفين تزيوزو التي يعني كما نقولو احنا اكلت تزيوزو while the truth is that he rushed to help his flow citizen after the city fire broke قالك ولكن في الحقيقة هو جاء يعني بش بش يعاون للسكان بعد وش يقولو بعد النار اللي كليت المدينة to find himself accused of starting the blaze قالك في حين القارح متهم باشعال يعني حرق نيران اللي كانت تاكل في الغابات اوكي قالك هذا يعني شدة الغضب اللي كانت في الناس هادوك خلاوه لحقت بهم باش يعني يشعلوه وهو حرق السيارة 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 بالكبوليس of course the incident could have been avoided كليك الحادثة كانت قادرة متسراش أولاد اي بي تي وهم إذا كان هذك المجموعة سمعت للفكتم اللي كان مظلوم إذن جمال بن سماعيل سعيد لك تذكيرا تخليدا لذكرى جمال بن سماعيل ربي يرحمه أهنا وش عدنا قل لك قل لك هنا يقرر النص واختار الفكرة العامة للنص قل لك قل لك العنف يقتل العديد من الناس أكثر من الحروب بعد هنا وش قل لك قل لك تعريف حل النزاعات وقل لك جمال بن سماعيل ربي يهضرنا على جمال بن سماعيل أوكي هنا الإجابة يعني اللي تكون هي هو تقريبا هذا في ثلاثة يعني في ثلاثة هتكلم عليهم النص ولكن الإجابة الصحيحة هي العنف أكثر من الحروب أوكي هنا لأنه تكلمنا بزاف على الحروب ولا العنف يقتل الناس أكثر من الحروب وإعطاننا مثال يعني بالقصة تجمال بن سماعيل أوكي هنا أنا على حسبي الإجابة الصحيحة هي هذه ولكن لو كنا نجو نقرأ هنا نقرأ هذه العبارة التالية هنا وش أنا رح نديرو أنا رح نديرو الإجابة الصحيحة هي جمال بن سماعيل بس أحكين كله هنا مثلا تروح تقول بلا ما تقرأ النص قبل ما تقرأ النص كامل قبل ما تقرأ عن النص ولا تعطين هذيك النص تاعك للشخص ما زال معلاء بالو تقوله يقرأ أول حاج يقرأ هاي العنوان كي يقرأ العنوان جمال بن سماعيل رح تجيه في بالو بلي رح نحكو على جمال بن سماعيل فقط بصحة الفكرة العامة للنص اللي عندها القصة نظن أنه الإجابة أي هذه المهم قالك قالك قلك قالك الناس رح تقتل فقط في الحروب هذي الإجابة فولس جمال بن سماعيل كان متهم بإشعال النار هذي الإجابة صحيحة هنا تيزيوزو has suffered one of the biggest fires biggest fire in the Algeria's the Algeria's Algeria's هنا شوية كان أخطأ في الجمال the Algerian history هنا نديرو شوية in riots people do not get killed قالك هنا في أعمال الشغب وهذا كل المسيرات كامل الناس ما رح يشتموت هذي فولس لأنه في الناس قالوا إنه في هذا ورغم يموتون the victim could have survived the attack قالك يعني الضحية كان قادر ينجو من هذا الهجوم نعم هنا قال لك رأي يعطى هالك هنا كان قادر يعني إذا سمعوا لها الناس أجب على الأسئلة على حسب النص what was the best way to solve conflicts according to the text قال لك على حسب النص وشنو هي الطريقة المثلة بش يحل النزاعات هنا وشنو نقول the best way to solve conflicts is وشنو هي هنا النص قلنا is to set together and discuss their conflicts يتقعدوا مع بعض ويحاولوا يناقشوا هذ المشاكل ولهذا النزاعات قال لك can conflicts be a reason of death قال لك أسكت هذة النزاعات قادر تكون سبب في موت justify هنا نقول yes نقول وراه yes it can قال لك justify أعطيني justification أعطيني العبارة اللي توضح هنا وشنقول الإجابة راهي في الفقرة رقم الثنين هنا نقول وهالك قال لك every year many people die in wars العديد من الناس راه هم يموتوا في الحرب but more people are killed on a daily basis in many other ways that have that could have been prevented if they sit together and discuss their conflicts يعني بدها من من people حتى conflicts يعني هنا العبارة العديد من الناس راه يتموت بطرق أخرى يعني قادر ما تكونش هذه الحالات تعلموت إذا قعدوا مع بعض وحلوا هذا الconflict الأخر أوكي سألوا هذه العبارة الصحيحة قال لك how was جمال بن سماعيل murdered كيفش طريقة اللي قتل بها قتل بها جمال بن سماعيل نقوله جمال بن سماعيل was كيفش صرع له حرقوه was راهي هنا yeah he was attacked by an unknown group that set him on fire okay on fire قال لك الناس ولنا قدروا نقوله he was burnt him alive خلاص هو ما حرقوه وهو حي تقدروا ديروا حتى in front of security officers إلى آخره المهم أهم نقطة أنه قتل محروق هنا what do the enderline words refer to in the text هنا عدنا which على من تعود they على من تعود وهو على من تعود يلا هم نرجع لنا نستعنا ونحاوله هنا عدنا which أكيد راح أدل لنا على شيء نرجع لقبلها واش قال لك هنا they are totally mistaken because there are many political and religious conflicts which often result in violent and violent act هنا which راح أدل الذي ينتج يعني إلى آخره هنا راح يتعود على political and religious conflicts كتبوا political and religious conflicts تقدروا تكتبوا حتى conflicts صحيح يلا الآن عدنا they راحي هنا they 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 هم شكون هما هم علي من تعود هذه الجمل لأنها عدة مرات نرجع مشاريع مشاريع but more people are killed on daily basis in many other ways they could have been prevented if they set together هنا they عنا من تعود تعود على people آخر واحدة رأي هنا معنا عفوا هو هو الذي عنا من تعود هذه هو نرجع من اللول who was innocent الذي كان مظلوم شكون هو اللي كان مظلوم الضحية نكتب مباشرة جمال بن اسماعيل اوك ورعنا اللي حقين هنا بون روحوا نشوفوا الحل تعال الصفحة الأولى بعد روحوا نشوفوا تمارين الصفحة الثانية التمارين الأول إجابته هنا درت لكم جمال بن اسماعيل ولكن إجابة صحيحة على ما أظن على ما أظن بون هذه الإجابة منش متأكدة منها لأن كلا الإجابتين A وC يقدر يكون نصحة ولكن كفكرة عامة للنص نظن هي الإجابة A شوفوا أنا صراحة أن هل يسجلي فيهم الشك من حبش نديرهم لأن تقريبا هذا هذا برك اللي نقول زعم ك بعيدة على الأخر لكن في ثلاث نلقاوهم في النص تعني يتحدث عليهم ولكن كفكرة العامة يعني فكرة الأساسية هي أنظن هذه يعني لأن الناس ما رايش تموت فقط بالحروب رايش تموت بطرق أخرى بسبب النزاعات ومبادع تعطي لك القصة تعجمال بن اسماعيل كقصة اللي تتأكد لنا على هذه الفكرة أوكي تسوي الإجابة الصحيحة أنا اللي هي الإجابة A هنا ما تديروش الإجابة C الإجابة A إذن التامري الثاني كان عدنا false true true false false الإجابة السؤال الأول قلك the best way to solve conflicts according to the text is to sit together and discuss the conflicts هنا قلك yes it can justify هي تكتب هذه الجملة كاملة اللي تبدأ من people تخلص عند conflicts زيد عدنا هنا كيف أش مت جامل بن اسماعيل was burnt alive by unknown group of people قلك هنا يعني تحرق وتقدر تكمل كامل هذه العبارة وش تقول هنا burnt him alive in front of security officers as he was dragged out of the police car ok تقدر تكتب كامل هذه العبارة الآن رحوا لل group ثاني يعني صفحة ثانية تع الفرض بتاعنا قال لك السؤال find in the text words that are closest in meaning to the following أطينا السنون لتاع هذه الكلمات هنا أعطي لك find in the text words that are opposite in meaning to the following armed fight نحنت ه راهم إذا ما يضربوا بالأسلحة هذي وشنو عبارة عن ماذا بعد هنا pass away pass away نرجع للمسط تعنا armed fight الفقرة الأولى pass away الفقرة الثانية so في الفقرة الأولى نحوس عليها اللي هي نظن أنها war كيف يقولوا القيتال عن طريق الأسلحة هي الحروب و pass away pass away كما نقول إحنا رحلة عنا يعني توفية اللي هي يقول لك في الفقرة رقم ثلاثة هذه الفقرة رقم واحد الفقرة رقم ثلاثة هنا وش عدنا عفوا شي هنا نحوس عليها رحلة ولا نقول قتلة ولا عفوا بل هي في الفقرة رقم ثنين الفقرة رقم ثنين مش الفقرة رقم ثلاثة هي رحلة توفية حسنا هنا العكس guilty guilty اللي هو ظالم وحو نحوس في الفقرة الثالثة كلمة مظلوم وهنا في قليل اللي رح نحوس في الفقرة اثنين عكس اللي هي بزف نرجو للفقرة التي عدنا في الفقرة رقم اثنان يقول عفوا في الفقرة رقم ثلاثة الآخرة الظالم المظلوم هي innocent وفقرة رقم ثنين few اللي هي عكسها many التامري رقم ثنين مش قال لك complete the sentences below expressing the following قال لك يلا كمل الفقرة مستعملا المعنى obligation حاجة لازمة prohibition حاجة ممنوعة absence of obligation يعني غياب الإلزامية هنا في الفقرة اللي راح ندره obligation ثانية prohibition والثالثة absence of obligation obligation وشنو هي العبارة اللي تعبر اللي وشنو هي الكلمة هي must prohibition mustn't absence of obligation نقول don't have to don't have to يلا نجو هنا students cannot use their mobile phone inside classes ما يقدرش يستعمل الفون داخل القسم they must يجب عليهم turn them off لازم عليهم يطفوهم respect is needed هنا الاحترام واجب people impose themselves on others هنا الناس تفرض نفسهم على الاخرين they mustn't ما لازمش عليهم يفرضوا نفسهم على الاخرين the people must not الجملة الاخيرة differences are always tolerated we always agree with each other دائما يعني يكون التسامح مع الاختلافات we هنا وش ندير we don't have to always agree with each other مش لازم نكون دائما موافقين مع اراء الاخرين يلا هنشوف هنا التمارين رقم ثلاثة نحل كامل هذا التمارين بعد روح نشوف ها مكتوبة link the following pair of sentences using the words in brackets قالك هنا استعمل الكلمات اللي رهم between brackets باش تربط بين هذه الجملة نقرأ هذه الجملة الجملة الأولى they use violence to solve their issues many people claim to be peaceful قالك هنا يستعملوا العنف باش يحلوا المشاكل توحهم بعد هنا many العديد من الناس claim to be peaceful ماذا يظهروا ولا يحبوا يكونوا يبحثوا على السلام عدنا كلمة however كلمة however الموقع تحتها غالبا غالبا يجي في وسط الجملة ويجي قبلها فاصلة فاصلة نديروا فاصلة بعد however however تعني نبلغ العربية لكن بين ما إلى آخر نشوف وين هي الجملة اللي رح تجل ولا هذه ولا هذه قال لك هنا قدروا نقول شفتوا هنا قال لك they شكون هما they people هنا ما دام عطالك people people يقول people يقول الشعب بسح يقول لك هم لو كان يبدأ لك الجبل هم شكون هم رغم غير معروفين نبدأ بهذه هنا many people claim to be peaceful الناس دائما تبحث باش تكون يعني في سلام ولكن ندير ولكن ندير هنا many people claim to be peaceful فاصلة ولكن they use violence to solve their issues ولكن هم يستعملوا من جهة ثانية رهم يحوس على السلام ومن جهة ثانية لكن في نفس الوقت رهم يستعملوا العنف سأجي الفقرة هذه اللولة many people claim to be peaceful however they use violence to solve their issues هنا UNICEF claims to protect children rights many are being physically abused قل لك UNICEF يعني تعمل باش تحمي حقوق الأطفال وبعد قل لك العديد منهم معداش يكون many العديد من الأطفال يتعرضوا للعنف الجسدي although رغم على الرغم من ذلك هذه رهي واضحة قل لك الموقع تاع هذا although although يأما تجي في البداية يأما تجي في الوصل إذا جيت في البداية نكمل الجملة كامل نحط فاصلة بعد نكتب الجملة الثانية إذا جيت في الوسط يعني نحو الفاصلة وشو نقول على الرغم من أن اليونيسيف راهي تحافظ على حقوق الأطفال العديد العديد منهم رغم يتعرض للعنف الجسدي أوكي نقول ها ساب هنا رح نحل الجملة هذه كامل كما راهي ونحط although في بداية الجملة أوكي التمر الرغم 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 يقول complete the following sentences with كمل الجملة بما يلي عدنا haven't been able to الكلمة الثانية will be able to الكلمة الثالثة should have وعدنا الكلمة الأخيرة were able to أوكي haven't been able to تعني راهوا قادر ولا راه مقادرين على will be able to رح يكون قادر على should yes should have من المفروض بيكون ذك شي were able to كانوا قادرين على الشيما نبدأ الجملة الأولى قال لك he join the anti war association soon راه رايح راه قادر يلتحق لأنه كامل قادر يلتحق بالجمعية ضد الحروب قريبا يعني هذه في المستقبل في المستقبل الكلمة اللي راح نستعملها هي will be able to هذه واضحة اثنين yesterday the student البارح التلاميذ solve the problem easily الحل التمرين حل المشكل بسهولة احنا هنا واشا راح ندر haven't been able to solve the problem easily ما كانوش قادرين يحلوا المشكل بسهولة رقم 3 the un the un tried to make peace in the world يعني منظمة the un o منظمة ال ال الامم المتحدة حاولت باش دير السلام في العالم هنا وشا راح نقولو هنا نقولو should have كان من المفروض عليها انها تحاول باشتفرض السلام في العالم والاخيرة قال لك the killers القتالين listen to the victim هم هم هنية في الاخيرة جي listen to the victim سمعو لانه بقاتلنا يعني الاجابة المقترحة الوحيدة هي were able to اوكي باش سمعو يعني يقولو listen to the victim سمعو للضاحية جي هكذا للجملة the killers وكانوا قادرين يسمعو الضحية كانوا قادرين يسمعو الضحية قبل ما يقتله اوكي يعني تقول لي هكذا the killers were able to listen were able to listen to the victim مش كما الجملة اللي قبلها الثالثة يقولك they should have tried اوكي the UNO should have tried هذي جي عادي بصح اللي تحتها لازم ندروا were able to listen اوكي يعني الآن ندقر روح نشوفو الحل هذي الاجابات كامل مكتوب ونعود نقول له guilty innocent وهنا few many في التمرين الثاني نحطه هنا must الثانية mustn't هنا we don't have to always agree with each other في التمرين الرقم ثلاثة قلنا many people claim to be peaceful however they use the ones to solve their issues وبعد هنا نبدأ بال في بداية الجملة أما التمرين الأخير رح يكون بهذا الشكل الجملة الأولية تولي هكذا he will be able to join the anti-war association soon وبعد yesterday the student haven't been able to solve the problem easily وبعد هنا يعدنا the UNO should have tried to make peace in the world وهنا عدنا the killers were able to listen to the victim إذن هذا هو حل الموضوع الثاني إن شاء الله يكون واضح ما تنساوش تضغطونا على زر الاشتراك لاركم جدد معنا وتفعلوا الجرس وتخلونا لايك وراكم مشكورين نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله